أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب سواء على المستوى التنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص جاء ذلك خلال تصال هاتفيا طلق الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليونانية كرياكوستام متسو تاكس وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني أكد تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل تعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة لرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة بمنطقتين الشرق المتوسط والشرق الأوسط كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة حيث اتفق الجانباني على استمرار التشاور وتنسيق للعمل على ترسيق الأمن والاستقرار في الإقليم